حايزة أبدأ مع حضراتكم الحلقة النهاردة بخبر ممكن أقول عليه خبر مزعج ومقلق للفترة اللي جاية يعني ما فيش وصفة أقدر أقوله غير كده بل يعني ده أقل وصفة أقدر أقوله الخبر هو إيه والخبر على عهدة موقع كورا وهو كمان منتشر على أكثر من موقع بيقول لجنة الحكام لكورا لموقع كورا لأنه كرر ما فعله كلاتنبرج بشأن الفار رفضت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكورة القدم نشر محادثة حكم الفيديو مع حكم الساحة في لقاء الزمالك وسموحة بالجولة الثمانتاشر للدوري وقال مصدر مسؤول بلجنة الحكام في تصريح خاص لموقع كورا لن ننشر محادثات غرب فتلفار في لقاء الزمالك وسموحة وتابع لن نكرر ما كان يفعله الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بنشر محادثات حكام الفيديو وأضاف من غير المقبول أيضا أن نسمح لنادي سموحة بسماع المحادثات لأن هذا يفتح المجال أمام كل الأندية لطلب الشيء نفسه وأكمل مباراة الزمالك وسموحة شهدت خطأ تحكيمي واحد وهو عدم احتساب ركل الجزاء أو قايلين كده والله على عهدة الموقع مش إسلام على احتساب ركل الجزاء لفريق سموحة لكن ركل الجزاء الزمالك كانت صحيحة وواصل لجنة الحكام تدرس دعوة الإعلام لحضور ندوة تحليل الأداء عن الجولة 18 لمشاهدة الحالات التحكيمية ومنها ما جاء في لقاء الزمالك وسموحة الحقيقة نص الخبر بالنسبة لي ده يسبب قلق هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك أنا مابلش دعوة ما يخص نادي الزمالك فهو للزمالك وما يخص نادي سموحة فهو لسموحة ولكن حضرتك بتقول حاجات مش منطقية محادثات الفيديو بتسمع هنا وبرة وكلاتنبرج كان جريء وبيواجه ومش بيخاب بكل حاجة يعني أفهم كلمة أنه هو كلاتنبرج يعني بيحاول أو كان بيحاول أنه هو يقول المحادثات ويسمعنا كل المحادثات أو على قد الحالات اللي بيحصل فيها جدل يعني يا كابتن محمد فاروق يا كابتن توفيق السيد أنتوا كده بتضيعوا حقوق الناس ومجهود ناس بتشتغل خلال الموسم كله يعني بعد ما كان فيه شفافية عايزين ترجعوا تاني للزمن الدقيوي يكون كل حاجة مستخبية حاجة غريبة جدا الحقيقة يعني وبعدين إيه المشكلة إن إحنا نعرف اللي حصل في مطش سموحة مش إحنا المفروض كل جمهور الرياضة أو كل جمهور كرة القدم يسمع الكلام المفروض لكن أكيد دي حاجة تخص نادي اسموحة ونادي الزمالك ما تسمعوا الناس اللي عايزين يسمعوه ولا يمكن عشان خطر كابتن إبراهيم نور الدين بس هو صح والناس كلها غلط طب حضرتك بتقول حاجات غريبة جدا أولا ما سألتش حضرتك ليه كابتن إبراهيم ما حسبش راكلة الجزاء الأولى لسموحة دي في أول المباراة يعني من الممكن أن تغير مجرى لقاء يعني هي لعبة مؤثرة جدا طيب وحضرتك كمان عمل إيه هو حسب راكل الجزاء الكل أجمع إن هي ليست راكل الجزاء إلا كابتن إبراهيم نور الدين منهم لعبة نادي اسموحة نفسهم لأنهم شعروا أثناء المباراة أنهم ممكن يتحسب عليهم حاجات كتير فتراجعوا بعد ما كانوا مسيطرين وتغير شكل اللقاء ده برضو مش كلامي ولكن ده كلام المدير الفني ليه كابتن إحمد سامي بعدين لما تيجي تسأل يقولك إيه ده مصدر في لجنة الحكام مين في لجنة الحكامة جماعة؟ طيب للمصدر أو لكل الناس اللي بتقول هذا الكلام لما ترجعوا تشوفوا المباراة مرة تانية هتلاقوا إن كابتن إبراهيم اللي عمل وكابتن إبراهيم نور الدين سبب في نتيجة المباراة ونزع لنا عشان إحنا بنطالب برئيس لجنة حكام أو مطور للحكام أجنابي يعني بعد مباراة سموحة كمان لو ما كنتش طلبت لو ما كنتش طلبت هنا برئيس لجنة الحكام هطالب مرة تانية وألف مرة ومئة مرة